وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيط ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعملين بقطاع الحكومي كما وجه رئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بالاهتمام بكافة تفاصيل مشروع التجلي الأعظم بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج زيارة الأخيرة للوفد الوزاري المصري إلى تنزانيا فضلا عن الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية وقد قامت دكتور عاصم الجزار بعرض نتائج زيارة الوفد الوزاري المصري مؤخرا إلى تنزانيا للمشاركة في احتفالية الملء الأول لخزان سد جوليوس ناريري لتوليد الطاقة الكهرمائية الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك حيث يعد السد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا وسيساهم في توليد الضاع في حجم الطاقة المتوفرة حاليا بالبلاد بساعة تخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب وبقدرة 2115 ميجاوات أضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة خاصة موقف الأعمال بالأحياء السكنية المختلفة ومنطقة حي المال والأعمال فضلا عن أعمال تنصيق الميادين والمحاور والعمل في منطقة النهر الأخضر وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بمشروع الإسكان المتميز في الحي السكني R3 وفي إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية كما عرض السيد وزير الإسكان سير العمل بمدينة العالمين الجديدة وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراسية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرقي وجامعة العالمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية ومنها مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين الذي يضم سلسلة من المشروعات التنموية المتكاملة حيث وجه السيد الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع لتكون متصقة مع سمة ومكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر ولتقديمها للإنسانية ولجميع الزائرين من شتى بقاع الأرض على النحو الأمثل تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة كما اتبع السيد الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية التي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري اللائقي للقاهرة بما فيها عملية تطوير الجارية في منطقة سور مجرالعيون ومنطقة مسلس مسبيرو إلى جانب المراحل التنفيذية الجديدة لمشروع ممشى أهل مصر على ضفتي كورنيش النيل امتداداً من كبري مبابا إلى كبري تحيا مصر شمالاً ومن كبري الخامس عشر من مايو حتى كبري قصر النيل جنوباً كما عرضت دكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإعادة تسكين الأهالي في مشروع ظهور مايو كسكن بديل للمتضررين من السيول في منطقة الخامس عشر من مايو كما اطلع السيد الرئيس أيضاً على الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وألية تخصيص الأراضي بها إلى جانب رؤية تطوير الهيئة خلال العشر سنوات المقبلة